وحزب الوافد هو اللي وقتها كان يعني صاحب الضور الأكبر والأغلبية الأعظم لغاية ما جاه نمعت الإخوان سنة الثمانية وعشرين ومصر كلها عايشة بقى إيه يعني فيه في فترة الملك فاروق فيه 12 وزير مسيحي راحين جايين والدنيا وسكتير عام الوافد طول الوقت المسيحي وفيش حاجة اسمها أساسا مش مطروح كلام مسيح ومسلم ده قال ومش موجود في البطاقة الإخوان بقى جوهم ومقصرين في المجتمع ومسيطرين على أماكن فيه وعلى وعيه ويعمل ضرب طول وقت في تحالف مع الإنجليز والملك في مواجهة حزب الوافد وحزب الأغلبية وحزب العلمانية المصرية وحزب المواطنة المصرية وحزب المدنية المصرية وحزب الذي ليس فيه فرقهم بين مسلم ومسيح يقوم إيه بقى يقوم تقوم صورة يوليو اللي كان يعني أقادتها جمال عبد الناصر ومجموعة الضباط يوليو مجموعة الضباط يوليو ليه بقى الدنيا وهتودينا لخنة البطاقة دلوقتي خنة الديانة في البطاقة لأنه ضباط يوليو كلهم اللي انتو شايفينهم ده انتو شايفينهم دوقتي معي كلهم معادة محمد نجيب ومعادة صلاح سالم كلهم كانوا أعضاء في جماعة أخوان المسلمين يعني ربما في معادة صلاح سالم وجمال سالم وإن كان صلاح سالم برضو فيه كلام عن أنه كان روايات على أنه كان عضو فيه كله اللي تشايفينه من دولتي في الصورة كاملا في معادة محمد نجيب اشتركوا في يوم الأيام في جماعة الإخوان وانضموا لجماعة الإخوان ومارسوا نشاطة مع جماعة الإخوان تحت عنوين بقى وطنية أصليحنا كانوا ندور على تنظيم ما علينا بقى المحصلة أنه هم كانوا جميعا أنور سادات على جمال عبد النصر على عب حكيمة على حسين الشفعي على كمال الدين حسين على كل حتى يوسف صديق عبد عليها فترة وأنه مش موجود في الصورة خالد موحي الدين اللي هو كان مركسي أو انضم للتنظيم المركسي كان إخواني الأول طيب ده ودنا لإيه؟ ودنا أنه هم أول ما قاموا بقى بالحركة اللي بعد كده بقت صورة ففي تأثر طبعا هم استقلوا عن الإخوان انفصلوا عنهم وعملوا التنظيم بتاعهم ورفضوا أنه التنظيم ما بقى تحت قيادة جماعة الإخوان بعد فترة لكن في النهاية أفكارهم كانت متأثرة بجماعة الإخوان المسلمين وبعضهم فضل أفكارهم متأثرة لغاية ما مات على فكرة لغاية يعني لغاية وقت قريب أي وأعضاء المجلس ورغم أنهم سجنوا الإخوان بعد كده بس تأثروا بيهم جدا وكانوا جزء من عقدتهم وأفكارهم الثقافية والدينية الحالة الإخوانية دي رغم الخصومة اللي حصلت بينهم لما هم عملوا خصومة بقى معاهم مع الإخوان حصل إيه هم متأثرين بيهم بس عملوا معهم خصومة سياسية كبيرة ودخلوهم السجن وكل حاجة لكن عايزين يثبتوا أنه هم مش معنى أنهم خصموا الإخوان أنهم ضد الدين فبدأوا يزايدوا في الدين يزايدوا في الدين يعني خد بالك أحمد حسن البقوري اللي كان إخواني وبعدين نضم أول حكومة شاكلها محمد نجيب كان بيلف كان هو خطيب الصورة الغريب والعجيب أنه في صورة 19 كان دائما خطيب الصورة خطيب مسيح وخطيب مسلم يطلع الأساس والشيخ لا في يوليو كان الشيخ بس عبدالناصر عامل حاجات كويسة كتيرة جدا في الشأن القبطي وفي شأن المواطنة شوي ويمكن كان قريب أحيانا اللي محمد علي أنا لا فارق معايا اللي ما بينفس الأوامر هو الكافر إنما كان فيه رقم واحد التأثر من دولة عبدالناصر ومن الظباط أحرار مش بس عبدالناصر يعني الحاجة التانية إنه تقريبا كلهم بلا استثناء كانوا أصور رفية الحاجة التالتة إنه كان فيه ابتزاز من الإسلام السياسي وقتها وجمعات الإخوان شوفوا دولة بيحاربوا الدين والناس بقالوا كده ده بيحاربوا الدين ده مش عارف إيه ده جمال عبدالناصر أمه يهودية ده كلام مكتوب ومنشور ومعروف أياميه فطبعا كان عبدالناصر والإخوان والزباط عايزين طول الوقت يثبتوا لأ ده احنا مددينين أفتر منكم ده احنا مسلمين أحسن منكم وما أنت بتوع الإسلام احنا بتوع الإسلام فيحصل مزايدة على الموضوع ده على حسابي بقى الحسابي بقى حسابي بقى فيه لا فيش ولا ظابط ابطي في المجلس القيادة ويمكن في في ال82 واحدة أو ال92 واحدة في القيادة في الزباط الأحرار الأوائل يعني ما كانش فيهم بعد شوية بقى فيه بس يعني في الأول ما فيش تودد للطائرات الإسلامية طبعا ثم حاجة تانية مهمة جدا وهي التمايز عن حزب الوفد حزب الوفد دي بقى بتاع الأقباط حزب الوفد بقى اللي لازم يبقى فيه سكرتيره وابطي حزب الوفد اللي كان بيرشح أباه احنا بقى ضد حزب الوفد وبنضرب حزب الوفد وإيه مصطفى النحاس باشا ده فهيقوم رايح الناحية التانية الناحية التانية دي ودتنا بقى إلى إيه؟ إلى حنط الديانة في البطاقة وودتنا إلى المزايدة في موضوع الدين قعدت بقى تتدرج لغاية ما حصل عن السادات نفسه بقى ابن الضباط الأحرار البار اللي تولى الرئاسة بقى في السبعينيات فقال لك أنا بقى رئيس موسلم في دولة مسلمة يا الله بقى وفتح بقى الأبواب ليه لخل المسلمين لسيطروا على مصر وسيطروا عليها تأريبا تماما ترجمة نانسي قنقر